من واصل درستنا عن مدرسة أفسوس في هذه الحلقة الخاصة بحب أتكلم عن رسائل يحنى لأنه على الأرجح كتبها من منطقة أفسوس يحنى الرسول كتب هذه الرسالة طبعا لتشجيع المؤمنين لكن تحذيرهم من بدع الغنسيين قبل ما أبتدي بالكلام أنا موجود على أفسوس القديمة أو الأولى تسمى أفسوس العليا وبالحقيقة اكتشفوا أثارات من الفخار قديما تعود إلى أيام الحثيين القدماء حوالي 1300 سن قبل الميلاد بعدها جاء الأثنيون وسكنوا في هذه المنطقة لفترة طويلة ثم حكم اليونان اللي هي قصة منهم بسموهن الليديان وبعدها جاء الفرس واحتلوا هذه المنطقة بعد الفرس جاء الإسكندر الأكبر وحسنها وطورها ونشر الحضارة الهلينية والفلسفة اليونانية واللغة طبعا اللغة اليونانية أيضا بعد ممات انقسمت مملكته لأربع جنرالات اللي كان في حرب ونزاع بينهم على القوة في تلك المنطقة بعدها جاء الرومان وأصبحت مدينة رومانية وتغيرت العاصمة إلى أفيسوس من برغاموس إلى أفيسوس وأصبحت المدينة الرسمية في آسيا الصغرى أو عاصمة الرومان في آسيا الصغرى وصلت تعدادها لـ 300 ألف نسمة وطبعا كانت مدينة كبيرة مدينة تجارية مدينة سياحية ومدينة طبعا رياضية دينية كان فيها معابد كثيرة هذه المدينة إذا شايفين وراء العمدان فيه تلتين في الوادي وين احنا كنا في أفيسوس القديمة لكن من الشمال كان بيجي نهر كايستر وبسبب الطين وبسبب الطمي اللي كان بينزل في نفس الوادي اللي احنا منشوفه طبعا المدينة ابتدأت تتراجع وحدثت عدة هزات أرضية في المنطقة في القرن السادس كان فيه هزة أرضية قوية جدا انهدمت واندثرت كليا طبعا كان صعب انه يرجعوا يبنوا أفيسوس في نفس المنطقة وكانت في القرن السادس في هذه الفترة كان العرب عم بهددوا في كل مكان دخول الإسلام فتراجعوا من أفيسوس وبنوا طبعا المستعمرة في هذا المكان احنا موجودين في الكنيسة البازيليكا للقديس يحنى هذه الكنيسة الكبيرة بنيت بنفس الوقت مع آية صفية في اسطنبول وبنيت في القرن السادس على يدي الامبراطور جستنيان تعتبر تحفي فنية من الهندسة المعمارية وايضا يقول التقليد انه قبر يحنى موجود في هذا المكان ترجمة نانسي قنقر